السلام عليكم أرحب بكم في الفيديو الثاني لشرح درس الهندسة الفضائية الخاص بتلامدة سنة الثالثة من التعليم التعنوي الإعدادي وسأتحدث في هذا المقطع عن تتمة الأوضاع النسبية إذا الأوضاع النسبية سنتحدث عن الأوضاع النسبية لمستويين في الفضاء كما سأتطرق لخاصيتين مهمتين تهمان هذه الأوضاع إذا لنبدأ مستويين في الفضاء يمكنهما أن يكون إما متوازيان أو متقاطعان في حالة مستويين متوازيان نجد متوازيان منطبقان أو متوازيان قطعا في حالة متوازيان منطبقان كما سرون في الشكل أمامكم المستويين P و P' منطبقان أي جميع نقطهما مشتركة ونقول P و P' مستويان متوازيان منطبقان نمر الآن إلى حالة متوازيان قطعا إلا وفق مستقيم إذن خاصية إذا كان مستويان متقاطعان فإن تقاطعهما يكون وفق مستقيم ننتقل الآن إلى حالة مستويان متوازيان قطعا يقطعهما مستوى ثالث المستوى الثالث يقطع المستويان متوازيان قطعا على مستوى مستقيمين كما يوضح الشكل أمامنا وهذين المستقيمين يكونان متوازيين إذن خاصية إذا كان مستويان متوازيان قطعا يقطعهما مستوى ثالث فإن مستقيمي تقاطع المستوى الثالث معهما يكونان متوازيان إذن وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أعطيكم موعد إلى لقاء ثالث سأتحدث فيه عن التعامد في الفضاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر